السلام عليكم كيف ديرين دمس عليكم ماذا خباركم أتمنى تكونوا بالفخير في فيديو اليوم إن شاء الله سوف نكمل المراجعة لدينا المراجعة الجحال الخامسة هيك الخامسة وصلنا رقم خمسة مهم أتمنى تكونوا تفرجتوا في الفيديوهات وستفدتوا مزيان والذي متبع معي مرحبا والذي أول مرة يتخلي القناة لا تنسى لا تدير لي واحد لايك واحد الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد نبدأ على بركة الله تتمت المراجعة تتمت المراجعة تتمت الأعداد الكاثرية اليوم إن شاء الله سوف نرىكم كيف ندير القسمة القسمة دية الأعداد الكاثرية شفنا في الفيديوهات كيف اشترنا الجمع وكيف اشترنا تطرح نفس الشيء اللي أنا وقد ديره نفس القضية وبالنسبة لضربتها وشفناه وكيف حولنا عدد عشري إلى عدد كسري اليوم إن شاء الله سوف نرى القاعدة جالة القسمة نبدأ بالإكسبرسيون كيف يقول القاعدة تقول قسمة عددين كسريين نقوم بإكسبرسيون نقوم بإكسبرسيون أخمسة على جوج مقسمة على ثلاثة على أربعة القاعدة تقول لنا قسمة عددين كسريين نضع العدد الأول نفسه ونضعه ونضعه قاعدة القسمة التي أريد أن تكون نضعه نضعه هذه القسمة تقول لنا ضرب نضعه نضعه اكتبوا هذا الجامع في التعليق نضعه لديك واحد بعض الأمر كيف تقول لكم وعمرتوا لنا التعليق هذا يتعليق أيضا نضعه نضعه قسمة تقول لنا ضرب العدد الأول يبقى هو نضع القسمة التي نضرب العدد الأخير نضع له l'inverse باللغة العربية مقلوب هذا العدد أو l'inverse كانت ثلاثة على ربعة سأقولي l'inverse هي ربعة على ثلاثة عيد أو كرير قاعدة القسمة للعددين كثريين نضع العدد الأول نفسه خمسة على جوج القسمة التي نضرب العدد الثاني نضع له l'inverse نضع له المقلوب ثلاثة على ربعة المقلوب هي 4 على ثلاثة التحتاني يقوم بالفوق والفوقاني يقوم بالتحتاني ثلاثة كيف يكملون القاعدة في الضرب عادي البسط في البسط وهو 504 وفي المقام في المقام جوج في ثلاثة كم تساوي 504 جوج في ثلاثة 6 نقسمه على جوج لأن هذا زوجي وهذا زوجي فوقاني قسمنا على جوج تعطينا عشرة ثلاثة العدد مختزل حسنا نمشي والإكسبريسيون B كيف نفهم أكثر كيف تلاحظ في الإكسبريسيون B عدنا ثلاثة على سبعة كسر 6 على أربعة ثلاثة على سبعة على ستة على أربعة إذا أردت المقام هذا الكسر بحدات وكيف يفرق لنا بين العدد الأول ودات على سبعة والعدد الثاني هذا هو بحدات وقسمة كيف نكتبها الذي يكتبها ويكتبها على هذه الشكل ثلاثة على سبعة مقصومة على ستة على أربعة لكي لا يكتب حسنا نقوم بعمل هذا الجهة لكي يكتب ما قلنا القاعدة تقول قسمة عددين كسريين نأخذ العدد الأول نضعه وهو قسمة القسمة تقول لكي ضرب والعدد الثاني نضعه ستة على أربعة لانفرس هي ربعة على ستة خيبيا هذا نكمل الحساب لدينا عادي لأنه نقوم بضرب البسط في البسط هو ثلاثة في ربعة المقام في المقام سبعة خيبيا ثلاثة في ربعة هي اثن عشر ستة في سبعة هي اثنين و اثنين و اثنين و ربعين العدد غير مختزل خاصة نختزله باقي لدينا هذا عدد زوجي وهذا عدد زوجي الفوقاني نقسمه على جوج والتحتاني نقسمه على جوج إذا نضع تشاركولينا في واحد العدد الذي هو ستة الفوقاني سنقسمه على ستة والتحتاني سنقسمه على ستة لأن الانتين واربعين بضعفة العدد اثنى عشر لذلك سنقسمه على ستة والتحتاني والتحتاني نقسمه على ستة سنمسح لكم معاوذ الفوق 12 على 42 فوق على ستة والتحتاني على ستة 12 مقسمة على ستة جوج 22 مقسمة على ستة على سبعة مقسمة على ستة العدد مختزل مقسمة على ستة 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 إذا لقد قمتوا على ستة ستة لدينا واحدة فراكسيون من أجل من أجل نتير ناتير على واحدة العدد صحيح طبيعي ما سنقومه؟ ما سنقومه؟ هذا المقسم ما سنقومه؟ سنقومه على شكل العدد الكسري هو واحد مقسمة نكمل القاعدة القسمة سنقومه على شكل عدد الكسري لكي تقومه لكي تقومه لكي تقومه لكي تقومه ربعة على تسعود تبقى هي هي القسمة التي يضرب ربعة على واحد هو واحد على أربعة مقسمة نكمل حساب ربعة سعود ربعة 36 مقسمة العدد غير مختزل نقومه 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 على أربعة تحت قسمه على أربعة تسعة نحن نقومه الأسبوع ساعت نقومه l'expression سيد سبقى العدد عشري لذلك كل عدد عشري يكتب على شكل عدد كسري أنسى اكتب على مختصة كيف ندركوا لها لم أحضر الكسمة لذلك عدد عشري جعلنا على شكل عدد كسري ولذلك كيف لدينا لذلك على الإشأة إذا زدنا غير خطرة واحدة ستبقى عندنا الفاصيلة ستبقى عندنا فاصلة خمسة إذا زدنا القدام خطرة واحدة الآن تبقى عندنا في المشكلة نحن نزيد الجوش ديال المرات نزيد المرات الأولى هنا و المرات الثانية هنا بشترين 125 لذلك مدام أنا نحونا الفاصلة جوش ديال المرات نجد 1 دو زرور نجد 1 وحده جوش ديال الأصفار هنا مقسومة على 7 على 8 القسمة كتولي ضرب و نجد 7 على 8 هي 8 على 7 كم تساوي؟ نكمل العملية ديالنا هي 125 مضروبة في 8 على 100 مضروبة في 7 كم تساوي؟ 125 مضروبة في 8 هي 1000 إذا قسمناها على 700 كم تساوي؟ نختازل جوش ديال الأصفار كتبقى عندنا 10 على 7 العدد مختزل هذا ما كان في هذا الفيديو إن شاء الله ما نقولكم بالله ما استفدتم هذا الفيديو استفدتم كثيرا استفدتم كيف تصدروا القسمة عددين كسريين و كيف تحاولوا عاود العدد عشري إلى عدد كسري سهل جدا و كيف تصدروا الاختزال كنا نتمنى تكونوا فهمتم جيدا و جيروا لايك و اشتراك في القناة و تفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد إلى فيديو آخر إن شاء الله موسيقى موسيقى